درينكس بابتسامة حلوة قوي عايزة بريزونس عايزة كلاس مش عايزة ولا غلطة ألف ألفة مبروك يا مدام معجل لطفي بيدا رجل هاية ربنا بقى يسعادكم إن شاء الله يا رب وعقبال كنتو كمان قدامكم قدي ايه؟ هانت الحمد الله من ثلاث لسبع سنين كده إن شاء الله أخيراً نعم انت رايح فيه؟ حاجة غريبة حد يسأل وحد داخل بيوتهم يقولوا انت رايح فين؟ كيف يقول لك نقطت الوشي؟ لو ما انكشحتش من هنا مش هيحصلك طاير؟ أنا مش عارف ليه كل ما تشوفوا وشي انت غلي في روحك كده أنا مستنية ناس دلوقتي ومش عايزة حد يشوف وشك عندي كفاية اللي حصالي المرة اللي فاتت اتفضل امشي من هنا أمشي واسيب الناس اللي جاي بيتي طب أرحب بيهم حتى إحنا برضو ناس بتفهم في الأصول يلا يا فات! تهاني! يلا! تطلعوا برا! المحسم دي! ده ايه المفاجئة الحلوة دي يا فاندر؟ الزكا تقالي زي لا! 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 لا معقولة ده رمت عيالي فهر ده باشا! الزكا رقفة! وش زي امك؟ الحمد لله! كانت عاملة جامعية سيادتك عشان تجيب لنا الميلاد بتاعت السرير وكياس المخداد جت تدفع القص تخسعت معاها باشا تليت متعسرة الأخرى وعملت ايه؟ أبدا جت استلفت من أمي يلا برا! برا! تبصني واحدة! برا! تبصني واحدة واندابي يا مدب اتصور معا الباشا! امسك دي! صورني يا رفض معا الباشا! الدحكا الحلوة يا باشا! يلا! امشي برا انتي واوا يلا! طبعا عيال زي الفل! أنا بحب العالدي قوي! بصي! بالرغم من ظروفهم الاقتصادية الصعبة شو بيحبوا بعض قد دي؟ ربنا يا سعادهم يا رب! بتيجي نعتزل الناس اللي جاي دول ونأكل لقم خفيفة وننبادرين هو انتو ما تعرفش ان انا مجنونة ولما الجنونة بتركبني بابا شوفش ولياني؟ اه! 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 عبارة لطفي! لطفي! اه! 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 خلاص يا محسن باشا! خلاص يا موجهانم! اتحلت! إزاي؟ بعد دراسة الموقف لينا أني مفيش حل غير الدمج إيه؟ الشركات ساعدتك هتندمج مع شركات الهانم في ابتحاد اقتصادي لتكوين جروب سميناه HM جروب شركات محسن هنداوي ومهجل نشار العالمية للتجارة أنا مش ممكن أشارك الحيوان ده استني بس والدمج ده في قديته بيه لما يحصل دمج بين شركة ساعدتك وشركتها البنك ممكن يدي لك قرد يقوم الشركتين دول مع بعض والقرد لن يقل عن مليار ومتين مليار ومتين مليار ومتين عملت دمج بين شركتك وشركة مهجل نشار وطلبت قرد بين بنك الأمان والبنك معصلك شوية وانت جايلي دلوقتي علشان أزوئلك القرد ده اللهم اصنع النبي إيه ده يا باشا ده؟ مكشوف عنك الحجاب احنا طبعا باستمرار بنحاول نوقف جنب الرجال الأعمال اللي بيحبوا بلدهم ونخليهم يقفوا على رجليهم تاني بس انت موقفك حساس قوي يا هنداوي هو بس في حاجة واحدة يعني عايز أولا نساتك حاجة ايه؟ احنا معانا شريك تالت في الجروب مين؟ بوبوس موسيقى موسيقى يعني ايه مليار وماتين ما يفضلش منهم ولا مالهم كنا عملنا الشركة المهببة دي ليه؟ يا مه جهانم إحنا كان علينا فلوس كتير قوي والمصانع كانت شبه متوقفة والعمال كان بقى لهم ست شهور ما أبضوش ده غير عمولك البنك طب والله إحنا ما اخدنا عمولتنا ولا حتى المصاريف يا طبطب ودلع يا يقول لنا تغيرت علي يا نزعاً أولع ماه كل ده عايزنا أرضي أنا كان مالي وما للغرب ده واحد متعسر ومديون بدل ما تخلصوني منه تربطوني بيه البيت ده بقى كله نكد أنا ملقيتش طاية عيش فيه ما تسيبه يا أخي وات غرفي الستين ده يا ارفع عضية السابق قص شوف بتقولي غرفي الستين ده قطل بتعود كبير يا هادم من فضلك إهلي شوية وبداش توقعينا في الغلط دي ناس عايزة تجيب فلوس بأي شكل طيب طيب اسما أنا اللي حسيب لك البيت وهباع لك النص بتاعي وانشل يدك باع على عشرين مليون ويمشي دلوقتي طيب ما تاخدينتو النص بتاعي ودينا اتناشة مليون يا خلال حل موجود حدي يشيل الليل عر بعضها كل واحد فيكو ياخد حقه ويضار ما دخلك شر عبد الحميد الأنفوشي ده هو يعني في الثانية خمسة وسبعين جنيه في الثانية خمسة وسبعين جنيه يعني في الشوية اللي احنا تكلمنا فيهم دول طلالة وست ومية هيا مسلا تقريب السلام عليكم أهلاً 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 يا باشر موه جهاني من الشعر دي فرصة سهية أه 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 أهلاً 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 أ على فكرة أنا بحب الأنفوشي جداً لما بروح أسكندرية ما بعودش غير في الأنفوشي ها أنا لما بروح الأنفوشي بأنفش دي قوضة قوضة إيش حالة ما كنتش هتجاوز في قوضة دي قوضة في بيتنا هي قوضة في بيتكو وبعدين أنا أبو يا أبو يقفلوا البلكونة بتاعت المطبخ عشان يناموا فيها وحناموا على البلاط بقى يا رافت ما السرير موجود والمرتبة موجودة طب ملت السرير يا سلام جوازها دموز عشان ملت السرير وبعدين أنا دفع المؤدن بتاع الملّة من ثلاثة أشهر وكل شوية يدفع رقفة تدفع رقفة طب في حد فيكو بيدفع حاجة الستة مننا اللي لما بتبقى وحيدة نفسها بتتسدى عن الدنيا خالص وحيدة وحيدة يا هنم يا رجالة عميد اللي إنت تقدر تشوفه يا عبد الحميد بي غيرك ما يقدرش واو في إيه أينيك يا عبد الحميد بي لونهم يجنن ما حصلش ما كنتش وأخدا بالي عنايا أنا دا ماحدش أناالي في حياتي دا أموة اللي أرحة أولا ما كانت ساعتي دا لعلي كان يقوللي أبا عمّص ما قلتنيش بقى أنت عايزة تبيع البيلة ليه؟ في حاجة ما هو يعني أنا لو كنت لقيت الراجل المناسب اللي شاركني حياتي ما كنتش هفكر أبيعها أنا ما بيهمنيش شكل الراجل أنا أكتر حاجة تهمني في الراجل حنياته ده اللي أنا بفتقده الحنان يا هلاوي أنا لو كنت لقيت الست اللي حس معاه بالأمان أنا ما كنتش بيعت البدة صدق بالله يا حاجة لا إله إلا الله أنا أتشدد ليك من أول ما دخلت باب الفيلا عارفة وانت بتاخدي حقنة الأنسلين حسيت إن السكر بيه بدلدأ من شفايفك ولو انت بتاخدي دواء الضغط الضغط أنا اللي علي إحساساً بيك ولو دواء الحموضة وانت بتاخدي الفوار حسيت إن قلبي هو اللي بيفور محسن بيه إيه ما تنساش إن أخويا عبد الحميد بيهنا أنا مش شاف حتى غيرك طب ومهجة مهجة مهجة ميه مهجة ميه مالك أو ليه قولي بقى إيه رأيك في الأسر عجبك؟ عجبني ودي عايزة كلام وعجبتني صاحبة الأسر خبال إيه أنا كنت فاكرك ملاك ملاك أتاري حبك هلاك هلاك عطيات أنت بتعمل إيه راجع أنت؟ بعمل لها تنفس صناعي قسوك تبلع بصدوك وأنا وهي ففياصة مني وسخاتك جيت أعملها بره البيت ده ده بيت محترم بقولك هي الكلمة في النص اللي يخصك النص اللي يخصينها هنعمل فيه اللي أنا عايزه وبعدين أنا مش هبيع بقى عايزة بيع أنت إحنا نشتري انتو مين انتو؟ أنا وعطايتو خطبتي مش كده عطايتو عطايتو وخطبتك من أمتى عطيات أنت الجناتي؟ أسمع يا عبد الحميد دي حياتي الخاصة وما حبش حد يتدخل فيها أبداً يا جماعة يا جماعة صلوا على النبي اللهم أصلي عليه أنا مش شايف أي خلاف بينكم أنتو تقريباً متفقين متفقين على إيه؟ عالدمج على إيه؟ أنتو لو عملتوا دمج بين شركاتكم